موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها تعديل وزاري جزي على حكومة للبشير بمنجبه خرج وزير الدفاع ووزيرة التجهيز والنقل من الحكومة موسيقى التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والاتحاد والتغيير الموريتاني قرران دعم ترشح الوزير الأول الأسبق سيد محمد الببكر موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة أجرى الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز تعديلا وزاريا جزئيا على حكومة الوزير الأول محمد سالم للبشير بموجبه خرج وزير الدفاع محمد الشيخ محمد أحمد للغزواني ووزيرة التجهيز والنقل آمال بنت مولود ويأتي هذا التعديل الوزاري أسبوعين بعد إعلانه للغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر يونيو القادم التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي تعديل وزاري جزئي هو الأول على حكومة الوزير الأول محمد سالم للبشير منذ تعيينه قبل أربعة أشهر ونصف خلفا للحد دمين وبموجب التعديل الجزئي فقد خرج من الحكومة وزير الدفاع محمد للشيخ محمد أحمد للغزواني الذي أعلن فاتح شهر مارس الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة تنظيمها شهر يونيو القادم وقد دعم ترشحه الرئيس محمد العبد العزيز وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وأعضاء في الحكومة وخرجت بموجب التعديل الوزاري وزيرة التجهيز والنقل أمال بنت مولود بينما كانت تمثل موريتانيا في اجتماع وزاري في غينيا بيساو بوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدى غشقر وقد عين الوزير المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية يحوى الحد من وزير للدفاع خلفا لولد الغزواني وذلك بعد أشهر على خروجه من الوزارة الأولى كما عينت وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني أنها بنت مكنأس على رأس وزارة المياه والصرف الصحي وعينت مكانها على وزارة التهذيب المقبولة بنت برديد فيما عين وزير المياه والصرف الصحي استلموا السيد المختار والحبيب وزيرا لتجهيز والنقل خلفا لآمال بنت مولود ويأتي هذا تعديل الوزري أشهرا قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية التي يدعم فيها النظام ترشح أولي الغزواني فيما لم يستطع التحالف الانتخابي المعارض حسم مرشح موحد وعوضا عن ذلك أعلن عن خيار الترشح المتعدد ولم تعلم بعد وعدد من أحزابها الرئيسية مواقفها النهائية من الانتخابات المرتقب عن يحصل فيها تنوب سلمي على السلطة قرر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل دعم المرشح للانتخابات الرئاسية الوزير الأول الأسبق سيد محمد الببكر ويأتي هذا القرار بعد أيام على عدم توصل التحالف الانتخابي المعارض لاتفاق على مرشح موحد بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها شهر يونيو القادم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل يقرر دعم الوزير الأول لأسبق سيد محمد الببكر مرشحا للرئاسيات القادمة قرار وصفه نائب لرئيس الحزب بأنه مجرد تسريب حتى تعلنه هيئة الرئاسة في الحزب بيد أنه بات وفق مصادر مطالعة بحكم المؤكد ويأتي قرار تواصل دعمه الببكر يوم واحداً بعد إعلان حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية دعمه لوزير الدفاع السابق محمد للغزواني وكان الائتلاف الانتخابي للمعارضة قد وصل في مشاوراته للبحث عن مرشح موحد أو رئيسي إلى طريق مسدود وعلن عن تبنيه الترشيح المتعدد بعد أشهر من عمل لجنة يرأسها القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صالح الحنن رئيس حزب حاتم لم تكت تعلن اللجنة عن انتهاء عملها حتى تفرق المنطون تحتها في الساحة السياسية حيث دعم عادل مرشح لأغلبية محمد الشيخ محمد أحمد وصادق تنفيذي تواصل على دعم البو بكر فيما تتحدث بعض الأوساط عن قرب إعلان اتحاد قوى التقدم ترشيح رئيسه محمد المولود ويعتبر الثلاثة المرشحين لأكثر لفتا للأنظار وسط استمرار ترشيح زعيم حركة يرابرام للداه العبيدي مدعوما من حزب الصواب وحديث عن ترشح محتمل للوزير الأول لأسبق ملايل محمد الغضف إضافة إلى سهلة بنت أحمد زايد وهي السيدة الوحيدة التي تحدثت في وقت سابق عن ترشحها للانتخابات ستة أسماء ينتظر أغلبها دعم مستشار وعمد الحزب الحاكم حيث يشترط في المرشح الحصول على دعم مئة مستشار بلدي وخمسة عمد من ولايات مختلفة الشرط الذي لا يتوفر في حزب مفرد غير الحزب الحاكم وحزب تواصل المعارض أعلن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم دعمه ترشح الوزير الأول الأسبق سيد محمد البوكر للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها شهر يونيو القادم وقال رئيس الحزب صالح الحننة في تصريح لقناة المرابطون الحزب شكل لجنة من ثمانية أفراد فوضها اتخاذ القرار وقد خلصت إلى قرار يتضمن دعم ترشح البوكر ضيفا أنها تواصلت مع الأطراف الداعمة له لتنسيق هذا الإعلان في اجتماع المجلس الوطني المنعقد الأحد الماضي وناقش موضوع الترشح والترشح في الرئاسيات بناء على صلاحياتي شكل اللجنة من ثمانية أفراد وذوضها باتخاذ القرار بالنسبة لهذه القضية اجتمعت اللجنة مرتين وخالصت قبل يومين إلى القرار الذي يتضمن دعم ترشح البزير الأول السابق سيد محمد بن بو بكر والتواصل مع الأطراف الأخرى الداعمة له والتي سنشترك معها في هذا التوجه لتنسيق هذا الإعلان وشكلت هذه اللجنة وفداً التقاب المرشح مساء أمس ناقش معه الأساسيات الضرورية لهذا الدعم سواء منها ما تعلق بالبرنامج الانتخابي وما تعلق بتسيير المرحلة كلها بدءاً من الآن وحتى الشوط الثاني إن شاء الله معنا في الستوديو الكاتب الصحفي والإعلامي عبيد الليميجان أهلاً وسلم أهلاً مرحباً مرحباً إذن تواصل وحاتم يقرران دعم ترشح البو بكر وعادل يقرر دعمه الغزواني هل كان الأمر متوقعاً وما دلالته؟ يبدو أن انفراط عقد التحالفات المعارضة وبسبة خاصة التحالف الأخير المعبر عنه بالتحالف الانتخابي للمعارضة كشفها عن التوجهات الرئيسية للأحزاب المشكلة لهذه الكتل السياسية ينبغي أن نعيد أيضاً لتقييم التحالفات الجديدة انطلاقاً من ما عبرت عنه حتى الآن لأحزاب السياسية أقدم حزب سياسي وهو تجمع منجل الديمقراطية الوحدة أعلن منذ أيام قبل إعلان حله من طرف الحكومة أعلن دعمه وتشكلته السياسية للمرشح النظام وكذلك عادل وهو حزب الحاكم في الفترة ما قبل 2008 ما قبل نهاية 2008 الآن نتحدث عن أيضاً تشكلات المعارضة التي عبرت على شكل أحزاب وشكل تنسيقات أفردية عن دعمها للمرشح سيد محمد البكر أهم شيء حتى الآن هو إعلان حزب تواصل دعمه لهذا المرشح الذي يبدو أن أغلب أو جل القوى المعارضة القوية ستلتف حوله بما في ذلك حاتم وحاتم وتواصل ينبغي أن نعيد التأكيد على أنهما لهما أيضاً القوى من الانتخابات الماضية بحيث يستأثيران بالعمد العشرة التي كسبتها المعارضة حاتم أعتقد عنده بلدية واحدة والبقية موزعة بين تواصل وبقية الأحزاب السياسية القوى فيها وتأثير لتواصل دعم هذه الأحزاب لأحد المرشحين حتى الآن أو الذين أعلنوا رغبتهم بالترشح يكشف أيضاً عن تحالفات جديدة وأمام توقعات لخارطة سياسية جديدة ستعلن أو سيعلن عنها خلال الأيام الغليلة القادمة طيب ما هذا عن باقي أحزاب التحالف الانتخابي وخصوصاً حزبي تكتل القوى الديمقراطية وأيضاً اتحاد قوى التقدم هناك تردد فيما يتعلق بإعلان المواقف بشكل مبدئي وإن كان الأمر بصفة عامة حسب قراءتنا ومتابعتنا للمشهد السياسي على المستوى الوطني يؤكد على أن حزب الـ FB أو حزب اتحاد قوى التقدم يعمل على تأثيز بيته الداخلي تمهيداً لإعلان ترشح رئيسه وهو أيضاً يعمل على كسب التحالفات على المستوى الأحزاب التي قد تشترك معه في هذه الرؤية فيما يتعلق بالتكتل حتى الآن لم يجتمع المكتب الدائم أو المكتب التنبيد الذي يعلن خياراته في النهاية وأعتقد أنه في المجمل قد يساند حزب الـ FB ماذا عن الصواب ودعم ترشح بيرام الدهعبيد النائب البرلماني والناشطة الحقوقية؟ يبدو أن إعلان ترشح بيرام الدهعبيد للانتخابات سبق هذه التحالف الانتخابي وبالتالي قد تكون القراءة له خارج السياق والنساق الذين تحدثوا داخله لأنه بالمجمل أعلنت ترشحه منذ فترة ليست بالقريبة فيما يتعلق بهذه الجزئية أنا في تصوري أن المعارضة وهي فشلت مؤخرا في إعلان مرشح الموحد سوف تتشغى أكثر وحتى المعارضات الأخرى التي لا تندرج داخل منتدى المعارضة سوف نرى أكثر من المرشح في تصوري أن هناك تحالف صغير يعمل الآن على بلورة مخترحاته وهذا التحالف يتكون من الحزاب ذات الخلزيجية مثلا على سبيل ذكر الحزب الذي يقوده العمل منه التأسيس الذي يقوده كان وباقية الحزاب السياسية وهناك أيضا توجه لدى بعض الشباب لإعلان عن ترشحات وهم محسوبون على التيارات المعارضة في البلاد بالمجمل في تصوري أن المعارضة سوف تعلن عن بالمجمل أتحدث عن المعارضات الموريتانية المختلفة التي أيضا قد نكون نصبها بالراديكالية والتي قد نصبها بالنعمة وغيرها بذن الأسماء في المجمل ستكون هناك أكثر من ستة أو سبعة مرشحين طيب ما ذا عن النظام؟ هل نشهد مرشح آخر غير محمد للغزواني الذي خرج الحكومة اليوم؟ هناك احتمالات لإعلان ترشح الوزير الأول مولاي بن حمد لغزواني لإعلان ترشحي يبدو أن الوزير مدعوم بمكونات اجتماعية وازنة وصحاب نفوذ يعمل على ترتيب ورقته الأخيرة هل سيترشح؟ هل سيعلن أيضا عن رغبته في الترشح؟ في الوقت الحالي الرجل يعمل في تصوري على ترتيب أوراقه وفي التصوري أنه سيعلن عن ترشحي من مصلحة النظام كذلك أن يعدد مرشحيه لأن يبدو أن العمل الآن على كسب الجولة الثانية في الانتخابات إن هي تحققت وأنا أستبعد تحقق هذه الجولة الكاتب والصحفي الأستاذ عبيد ولميجن شكرا جزيلا مرحبا ناقش منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر خلال ندوة حوارية نظمها في العاصمة وكشوط موضوع الوحدة الوطنية مخاوف وآمال ندوة شارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين إضافة إلى ناشطين حقوقيين وتركزت المداخلات الرئيسية فيها حول واقع الوحدة الوطنية كانت الوحدة الوطنية موضوعا للعديد من الخطابات السياسية منذ ميلاد الدولة ككيان وطني ورغم ذلك فقد تقلص هذا المفهوم الهام للوحدة الوطنية في بعض الأحيان إلى حد كبير إلى درجة أن الخطابة كان منفصلا عن الصياق الفعلي للواقع ومتناقضا مع بعض الأفعال التي تشكل أساسا له ولكي يكون قابلا لتطبيق وحاملا لتغييرات حقيقية يجب أن يذهب لالتزام بالوحدة الوطنية إلى أبعد من مجرد مستوى الكلمات والشعارات إن اختيار هذا الموضوع يدخل ضمن مجموعة أخرى من المواضيع المهمة بالنسبة للبلد قد قرر منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر أن يتناولها بجدية مثل العبودية، مخاطر الفيضانات في الواقشوت، الإيبولا، الولوج الشامل إلى خدمات الصحة الحكم الرشيد، التعليم، الإصلاع العقاري، البيئة، الدبلوماسية على سبيل الميذان إلى الحصر ويقول منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر إن موضوع الوحدة الوطنية يشكل حجر زاوية بناء التنمية المستدامة في موريتانيا وعليه يتوقف نجاح مجالات أخرى عديدة وإنه أصدر مذكرة بهذا الخصوص وجه نسخة منها للحكومة الموريتانية وبخصوص موضوع الوحدة الوطنية الذي يجمعنا اليوم نعتقد أنه يشكل حجر زاوية تبنى عليه تنمية بلادنا المستدامة وعليه يتوقف عليه إلى درجة كبيرة نجاحة في المجالات الأخرى لقد تمت إحالة المذكرة التي أصدرها المنتدى في اختتام عملية مكثبة داخل هيئاته بشكل رسمي إلى الحكومة الموريتانية في مرحلة أولى في ديسمبر 1918 وفي هذه المرحلة الثانية وددنا أن نتقاسم المذكرة مع الفاعدين الوطنيين الآخرين ولهذا الغرض اختار منتدانا تنظيم هذه الندوة الحوارية حول هذا الموضوع تحت عنوان الوحدة الوطنية مخاوف آمان وهي الأولى ضمن سلسلة من الندوات ننوي تنظيمها مستقبلا حول مواضيع وطنية أخرى أشان المفصل حيث نددت الخارجية الموريتانية في بيان صادر عنها بالهجوم على مسجدين بن يوزيلاندا خلال صلاة الجمعة وخلف ذلك عشرات الضحايا من المصلين بين قتيل وجريح وصفة إياه بالوحشي وقالت الخارجية الموريتانية أن الهجوم يؤكد من جديد جسامة الخطر الذي يتهدد العالم في أمنه وسلمه وقيمه جراء خطاب الكراهية والعنصرية وأكدت موريتانيا وقوفها ضد خطاب الكراهية والعنصرية ذودا عن الأمن والسلم الدوليين وصونا لقيم الإنسانية التي بها قوام التعايش السلمي بين الشعوب وفق ما ورد في البيان خلدت بعض الجمعيات في العاصمة وكشوت ذكرى اليوم العالمي للكلا الذي يصادف الرابع عشر من شهر مارس الجاري وقد استعرضت هذه الجمعيات جانبا من واقع المصابين بهذا الداء في البلاد والتحديات التي تواجههم كما استعرض الجانب الرسمي إنجازاته لصالحي هؤلاء المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي مرضى الفشل الكلوي عانون هكذا اختار هذا تجمع أن يخلد اليوم العالمي لمرضى الفشل الكلوي في موريتانيا بحضور العسرات من الأطباء وبعض المصابين إضافة إلى الجمعيات الناسطة في عانة المرضى المحتاجين وتقول الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إنها وفرت عمليات التصفية لجميع مرضى الفشل الكلوي وتتعاون مع جميع الفاعلين في المجال تصفية المرضى الكلا على عموم التراب الوطني وكذلك أيضا استحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة الأسرة بتكلفة عمليات التصفية ومساعدة مرضى الفشل الكلوي نعتقد بأننا في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة نمد الأيدي لمختلف الفاعلين في هذا المجال تطلب رئيسة تجمع داعم مرضى الفشل الكلوي بدعم المصابين بهذا المرض مؤكدة أن تكاليف علاجهم مرتفعة لا يقوى أغلبهم على دفعها وراني من المنبر طالبين الخيرين كاملين عددنا لهم تصريح بمعاناة مرضى الفشل كلا ومشاكل مليعانوا منه أنهم مرضى فقراء كلها رب أسرة والله ربة أسرة ما عندها شيء متحاميها المرض والفقر والفحوص الواعرين والأدوية الواعرين وعيشتها وحياتها متعلقة بالخيرين وتحت شعار كلانا حياتنا خلدت جمعية أخرى ذكرى اليوم العالمي للكلا معرفة على ما هي الإصابة بالفشل الكلوي وحاجيات المصابين يخلد العالم اليوم باعتباره فرصة للتنبيه على قطورة الأمراض الكلا والدعوة للحكومات والمجتمع المدني لبدل جهود في محاربتها والتقديم الأون للمصابين به والتوعية المجتمع ووقاية منها وقد شركت في هذه الأنشطة المخلدة لليوم العالمي لمرضى الفشل الكلوي العديد من الجمعيات الناسطة في المجال الاجتماعي والصحي غاربيا خرجت في عدد من المدن الجزائرية احتجاجات تطالب برحيل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفلقة وذلك أياما بعد إعلانه عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة وكان بوتفلقة قد أعلن تأجيل الانتخابات وتعديل الحكومة الحالية على أن يتم تنظيم الانتخابات في وقت يحدد لاحقا نتابع غصت شوارع العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الأخرى بمئات آلاف المتظاهر لنهر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفلقة وذلك رغم إعلانه عدم ترشحه لعهدة خامسة وتعين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للحكومة وبلغت المظاهرات ذروتها في جزائر العاصمة ووكبتها مظاهرات أخرى في عدد من ولايات البلاد وسط استنفال أمني شامل وقال شهود عيان أن عشرات الألاف من المحتجين تجمعوا وسط العاصمة الجزائرية في أكبر احتجاجات منذ بدأت المظاهرات الشهر الماضي ورفع المتظاهرون شعارات منها الشعب يريد إسقاط النظام ولا توجد دقيق قياب التفليقة ولا للتدخل الأجنبي كما طالت شعارات المحتجين حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بعبارات عديدة كان أبرزها إرحل وفي مدينة تيزيوزو شرقية الجزائر العاصمة خرج مئات في مسيرة مناهضة لتأجير الانتخابات الرئاسية في الجزائر وأعلن المتظاهرون رفضهم تمديد الولاية الرابعة للرئيس الجزائري وتأجير الاستحقاق الرئاسي مطالبين بالتغيير الشامل للنظام ونظم عمال شركات البترولية التابعة لمجمع سنتراك في الجزائر مسيرات في كل من حاس مسعود وحاس الرمل دعما للحراك الشعبي المطالب بالتغيير كما بدأ عمال مشروع ضخ الغاز الثالث في حاس الرمل بولاية الأغواط إضرابا اليوم لمساندة الحراك في مؤشر على تساع دائرة الرافضين لقرارات الرئيس الجزائري في إشارة إلى اتحاق قطاعات اقتصادية حساسة ومنها قطاع النفط بالحراك الشعبي في الجزائر والمطالب بوضع حد للنظام القائم وعززت القوات الأمنية وجودها في المواقع الحساسة والساحات العامة داخل العاصمة الجزائرية وفي محيط قصر الشعب وعند مداخل المدينة وتم تداول صور على تويتر وفيسبوك توهر تشديد الرقابة على مداخل العاصمة الشرقية خاصة حيث أوقف الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع حافلات بمنطقة دار البيضاء شرقية المدينة كانت قادمة من منطقة القبائل كما يظهر من لوحاتها كما شددت الشرطة إجراءاتها في نقطة مراقبة بمنطقة المحمدية شرق العاصمة على الطريق السريع وفي إجراء يتكرر خلال الاحتجاجات توقفت السلطات الجزائرية حركة المواصلات العامة للقطارات والترام ومترو الأنفاق قبيل المسيرات حيث توقفت خدمة القطارات سواء للضواحي أو الخطوط البعيدة نحو شرق وغرب البلاد كما توقفت ترام العاصمة الذي يربط الضاحية الشرقية بمنطقة رويسو وسط المدينة في حين نشر نشطاء على فيسبوك تغريدات وصور أظهرت إغلاق محطات مترو أنفاق العاصمة أقليميا أصدر الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكدي العفو عن 700 معتقل سياسي تنفيذا للتعهد الذي تعهد به في خطاب تنصيبه رئيسا للبلاد في الرابع والعشرين من شهر يناير الماضي وبتزامن مع قرار العفو عن المعتقلين السياسيين أصدر الرئيس الكونغولي قرارا بعفاء وزير في الحكومة وعدد من مدير بعض المؤسسات التفاصيل في التقرير التالي الرئيس الكونغولي يصدر عفوا رئاسيا عن 700 معتقل سياسي بينهم محامون وناشطون السياسيون معارضون لحكم الرئيس السابق للبلاد جوزيف كابيلا وكان الرئيس فليكس تشيكسيدي المنصب في الرابع والعشرين من شهر يناير الماضي قد تعهد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد وإلى جانب العفو عن المعتقلين أصدر الرئيس كذلك أوامر بإعفاء عدد من المسؤولين من وظائفهم بينهم وزير الأراضي ورئيس سلطة التنظيم والاتصالات ومدير المؤسسة التجارية للنقل والموانئ حيث توجه لهم تهم تتعلق بمخالفة القوانين وتأتي هذه الإجراءات أياما بعد تقديم الرئيس الجديد للكونغو الخطوط العريضة لبرنامجه الخاص بمئة يوم القادمة من حكمه للبلاد التي يعتبر أول رئيس منتخب يحكمها منذ استقلالها عن المستعمر البلجيكي عام ستين وتسعمائة وألف وتواجه الرئيس الكونغولي الجديد تحديات عديدة فعلى المستوى السياسي لا يزال المعارض الخاسر في الانتخابات الرئاسية مارتين فايلو يرفض الاعتراف بالنتائج ويصفها بالمزورة ويتهم لجنة الانتخابات بالتمالؤ مع فيليكس من أجل إنجاحه وهو الموقف الذي يجد دعما من الولايات المتحدة الأمريكية حيث فرضت عقوبات على كل من رئيس لجنة الانتخابات ونائبه ورئيسي الجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية كما تعاني البلاد من تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من مدنها بسبب أعمال العنف بين بعض الجماعات المسلحة هناك تنضاف إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للمواطنين كما تعاني البلاد من انتشار داء الأيبولا حيث لم تتمكن بعد من القضايا عليه بشكل نهائي إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها تعديل وزاري جزئي على حكومة البشير بموجبه خرج وزير الدفاع ووزيرة التجهيز والنقل من الحكومة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والاتحاد والتغيير الموريتاني وقدراني دعم ترشح الوزير الأول الأسبق سيد محمد المبكة بريتانيا تدين الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا وتؤكد وقوفها ضد خطاب الكراهية والعنصرية لوذى عن الأمن والسلم الدوليين ممكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامجي القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة دمتم في أمان الله شكرا